أمواج القوى العظمى تشتد في المحيط الهادئ في غضون أسبوع شهدت منطقة غرب آسيا وجنوبها مناورات عسكرية من الوزن الثقيل أحدثها التي انطلقت في سواحل أستراليا بين الولايات المتحدة و11 دولة حليفة لها حملت عنوان تاليسمان سايبر تعتبرها الدولة المستضيفة أستراليا دعماً قوياً لإظهار السند الذي تمتلكه للحفاظ على استقرارها الإقليمي الذي يحوم حوله التنين الصينية ما ترمي إليه أستراليا في هذه المناورات هو تعبق الالتزام بالتنصيق مع حلفائنا للحفاظ على أمن واستقرار منطقتنا في هذه المناورات يشارك ثلاثون ألف جندي ما يجعلها الأكبر من نوعها لواشنطن وحلفائها في المنطقة منذ عام 2005 بينما تتوزع السيناريوهات التكتيكية بين بحرية وجوية وبرية غير أن التنسيق العملياتي في أعالي البحار يظل حيزها الأكبر وفي حسابات توازن القوى تجرى هذه المناورات تزامناً مع تدريبات موازية للصين وروسيا في بحر اليابان بمشاركة سفن مضادة للغواصات أهم رسالة يمكن أن تتلقاها الصين من هذه التدريبات هي أننا نرتبط مع حلفائنا بقيم أساسية متأصلة وأن الحلفاء حريصون على الدفاع عن المصالح بشكل جماعي ما تنفك المنافسة على النفوذ بين واشنطن وبكين تشتد في هذه الرقعة من العالم بمبررات عدة استراتيجية تارة ودفاعية تارة أخرى ففي الوقت الذي تحرز فيه الصين تقارباً أمنياً مع جزر سوليمون المحاذية لإستراليا وضعت الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري رقعاً جديدة لوجودها العسكري تجعلها أقرب من الصين في بابوغينيا والفلبين واليابان في حين تعاول على تحالف أوكوس المستحدث منتصف 2021 مع أستراليا وبريطانيا على مراقبة التحرك الصيني إقليمياً بنشر الغواصات في أعماق المحيطين الهادئ والهندي وفي المقابل تدعو الخارجية الصينية واشنطن بشكل متكرر إلى التخلي عما تسميه عقلية الحرب الباردة